فجر تنظيم داعش الجسر الرابع الرابط بين شطري مدينة الموسل الشرقي والغربي بعد اقتراب القوات العراقية من نهر دجلة وبعد سيطرتها على التقاطع المؤدي إليه وقال قائد وعمليات قادمون يانينوى الفريق عبد الأمير يار الله إنه بعد تقدم قوات جهاز مكافحة الإرهاب وتحرير أحياء الفرقان والأطباء الأولى والأطباء الثانية والتقدم باتجاه الجسر الرابع والسيطرة على التقاطع المؤدي إليه فجر داعش الجسر وذكرت مصادر استخبارية أن زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغددي أصدرت تعميما عاجلا لتنظيف السجون التي تسيطر عليها في مدينتي الموسل وتل عفر للاستفادة من أفراده المعتقلين في الحرب وزجهم في المعارك القادمة من جانبه أوضح مرصد الإفتاء المصري أن هذه الهجمات الإرهابية التي يقوم بها داعش بين الفينة والأخرى في بغداد تعكس سعية تنظيم داعش إلى الهرب من الفشل الذي يواجهه بمدينة الموسل بعد النجاحات المتكررة للقوات العراقية في السيطرة على المزيد من القرى بالموسل وملاحقة تنظيم ترجمة نانسي قنقر